مباحثات أمريكية روسية تضريب موعداً محتملاً في يناير المقبل ومقترحات أوكرانية لأحياء المفاوضات بشان الدنباس وطفل أوكراني نابغ يصنع روبوتا تبهر العالم هنا أوكرانيا وهذه نشرة الأخبار أهلاً بكم قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونتفريد أنه من الممكن إجراء محادثات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا في يناير المقبل لبحث المقترحات الروسية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية والتي تشمل عدم توسع الناتو الشرقاً والتخلي عن ضم أوكرانيا إلى الحلف هذا وستجري هذه المباحثات بالتواذي مع محادثات ستعقد بين روسيا والناتو بمشاركة الحلفاء الأوروبيين نحن مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا نحن على استعداد لبحث بعضها ونعتقد حقاً أنه من المنطقي التفاوض هناك مقترحات أخرى يعرف الروس أنها غير مقبولة بالنسبة لنا الحوار المتعلق بأوكرانيا لن يجري بدونها تحدثت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أكسانا ماركاروا عن ذلك خلال مقابلة مع موقع يوان إن وأكدت أن أوكرانيا تمتلك خطة واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أن مهمة أوكرانيا يدفاع عن حقوقها المثاق واضح للغاية بشأن مجالات التعاون وخطة تعزيز الديمقراطية في إطار التحولات الاقتصادية ونحن نعمل في جميع هذه الاتجاهات وفي الجانب الأمني نعمل مع الولايات المتحدة أولاً على ردع روسيا ومنع أعمالها العدوانية الجديدة ونعمل على تطوير قدراتنا وهذا عامل مهم للغاية إلى جانب جهودنا من خلال منصة القرم لإعادة ما سرق منا ووقف العدوان الذي بدأ فعلياً نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من القيود على الصادرات الأمريكية إلى روسيا في حال غزوها الأراضي الأوكرانية وأضاف أن العقوبات التي وصفها بغير المسبوقة تشمل حظر توريد الهواتف الذكية وقطع الغيار الأساسية للطائرات والسيارات إضافة إلى مجموعة واسعة من التقنيات الصناعية والاستهلاكية قال خبير مجلس السياسة الخارجية أليكساندر كريف خلال مقابلة مع يوتيفي أن روسيا تمارس الابتزاز بحق الولايات المتحدة بهدف إجبارها على التفاوض بشأن توسع الناتو وأضاف أنه على الرغم من أن نشر الصواريخ الروسية في بيلاروس أمر غير مجد من الناحية البنيوية إلى أن روسيا تحاول بهذه الطريقة ترهيب أوكرانيا والشركاء الأوروبيين يقولون مرة أخرى أنه إذا لم يوافق الناتو على هذه المقترحات فسننشر صواريخ وسنواصل التهديد أي أن الروسيا يسعون إلى تثبيت مصطلح جديد وهو الإنذار ليصبح جزءا أساسا في المفاوضات على غرار مفاوضات التسوية في شرق أوكرانيا وهم من حيث المبدأ لن يناقشوا قضية شبه جزيرة القرم هم يحاولون الآن أن يظهروا للغرب وللعالم الديمقراطي بأسره أنهم مجبرون على التفاوض سواء أعجبهم ذلك أم لا وإلا فإنهم سيواصلون سياسة التهديدات هذه قال مدير دوان الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك خلال مشاركته بأعمال مؤتمر الدبلوماسية 30 استراتيجية دولة قوية أن أوكرانيا قدمت اقتراح من عشر نقاط لأحياء المفاوضات حول الدنباس وعرضته على الشركاء وأطلع يرماك المشاركين على مجريات المفاوضات على مساري مينسك ونورماندي وأكد أن أوكرانيا تواصل بذل مساع حثيث لتسريع عملية التفاوض على الرغم من التعقيدات الحالية وأشار إرماك إلى أن الولايات المتحدة قررت أيضا المشاركة في التسوية السلمية للصراع في دنباس هذا الاقتراح لا يهدد صيغة نورماندي فهو مسار موازن ناقشنا اليوم قضايا مماثلة مع بريطانيا والتركيا أيضا مستعدة للعب دور كبير نحن في وضع قوي للغاية اليوم وعندما قدمت روسيا بعض المقترحات حول الضمان الأمن في أوروبا نقول للجميع أي نوع من الأمن يمكن أن يكون في أوروبا دون توقف الأعمال العدائية في وسطها حضرت وزارة الصحة الأوكرانية من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد مجددا حيث أعلنت تسجيل 6363 حالة إصابة جديدة و301 حالة وفاة خلال اليوم الماضي وأشار تقرير الصحة إلى أن معظم الإصابات سجل في أقاليم كيو وزابروجي وفولين وأفد التقرير بتسجيل 77 إصابة في إقليم لوهانسك و362 في إقليم دانيتسك فيما سجل في إقليم خرسون 121 وضف التقرير أن 154 شخصاً تلقوا أمس الجرعة الإضافية المعززة في التكورونا اعتباراً من العاشر من يناير يخطط الاتحاد الأوروبي لاختزال فترة صلاحية شهادة التطعيم من 365 ليوماً إلى 270 تلقى اللقاح أكثر من 14 مليون أوكراني من بينهم ما يقرب من 13 مليوناً أكمل دورة التحصين بشكل كامل في ذروة موسم وباء الإنفلونزا أطلقت وزارة الصحة الأوكرانية مشروعاً تجريبياً لتلقي اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية وأفادت الوزارة بأن اللقاحات وزعت على الصيدليات لتسهيل وصول المواطنين إليها بحيث يتمكن أي شخص من شرائها وتلقي التطعيم في الصيدلية وزعت اللقاحات على سبع صيدليات في العاصمة كيب وواحدة في دنيبرو فيما أكد مركز الصحة العامة توفر اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية بكميات كافية في البلاد خطر الإصابة بالإنفلونزا أو حدوث مضاعفات خطيرة على وجه التحديد بين الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر مرتفع للغاية يسجل أكثر من 65 ألف وفاة في العالم سنوياً بسبب المضاعفات المرتبطة بالإنفلونزا على وجه التحديد لذلك نلجأ للتطعيم خلال موسم الوباء بأكمله اللقاحات متوفرة والأولوية هي لفئة الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر وهي متاحة أيضاً لأي شخص يرغب بتلقيها فاز في مسابقة الشركات الأوكرانية الناشئة وشارك في معرض تولياً لتكنولوجيا المعلومات وقيم في لشبونة وجذب انتباه جامعات أوروبية الحديث هنا يدور عن مارك الطفل الأوكراني البالغ من العمر 12 عاماً الذي استطاع بمساعدة أستاذه المشرف خلدون أن يطور روبوتاً آلياً متعدد الوظائف استغرق الأمر منذ بداية دراسة مارك لأسس تقنية الروبوتات وحتى الانتهاء من مشروعه الخاص عاماً واحداً فقط فكرت في حاجة الناس إلى المساعدة أردت المساعدة بأي شكل فتوصلت إلى صنع وتطوير هذا الروبوت أولاً اختبرنا الكاميرا ثم قمنا بتوصيلها والهيكل صمم عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد سمي المشروع مارك بوت يمناً باسم المصمم الصغير وقد زود بمستشعرات حركة وكاميرا لتعرف على الأشياء وسماعات ويجري التحكم في كل هذه العناصر بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل تقريبي مارك بوت هو دماغ آلي متعدد المهام يمكنه التعرف على الأشياء والتفاعل معها اعتماداً على الإعدادات أعد الروبوت ليتعرف إلى الوجوه لكنه يأبى التعرف إلي تتعدد المهام التي يمكن للروبوت القيام بها ومنها مهمة حارس أمني ويمكنه أيضاً نزع فتي لعبوبة ناسفة حظي مارك بمساعدة أستاذه خلدون المتخصص في تقنية الروبوتات التي دعمه وشجعه لتحسين وتطوير مستوى وكما يقول الأستاذ فإن السر كله يكمن في عدم الخوف من ارتكاب الأخطاء دون أن نخطئ لن نتعلم إذا أردنا صنع روبوتات من إنتاج أوكراني خالص فعلينا الآن الاستثمار في هذا الجيل في الشباب المهوبين المبدعين كما أسميهم بدعم من جامعة كيفا التقنية وعلى أساس ماركو بوت تم تطوير الروبوت هيوبوت الذي مثل أوكرانيا في معرض تكنولوجيا المعلومات الدولية في ليشبونا وأثيرت ضجة كبيرة حوله ماركو بوت يعمل بمنزلة دماغ يمكن تركيبه في أي روبوت آخر وقد بدأنا التعاون فعلا مع جامعة كيفا التقنية لتطوير هيوبوت الذي يشبه بهيكله الإنسان إلى حد ما وهو يحتوي على الماركو بوت الذي طورناه مسابقا يعتقد كثير من الناس أن المعرض مجرد نزهة للتعرف إلى مدينة أخرى والسفر في الواقع المهمة الرئيسة للمعرض التي سعينا إليها هي الترويج لفريقنا ولمشروعنا والبحث عن تمويل دولي بعد أن عدنا إلى كيفا وقعنا مذكرة بوصفنا منظمة اجتماعية مع وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا بهدف التعاون في مشاريع مشتركة جديدة بفضل عرض الناجح لهيوبوت أبدأ جامعات وشركات من بريطانيا والدينمارك وإسطونيا اهتماما كبيرا بهذه التقنيات الأمر الذي يمهد لمزيد من التعاون ضمن برامج الطلاب مع الجامعات التقنيات الدولية والآن إلى ذاكرة الأيام وأهم الأحداث العالمية التي وقعت في متى هذا اليوم الثاني والعشرين من ديسمبر في عام 1808 قدم بيتهوفن العرض الأول للسيمفونية الخامسة والسادسة على مسرح أنديروين بمدينة فيينا النمسوية في عام 1896 ألتقطت أول صورة بالأشعات السينية بوسطة فلهلم كوندراد رونتكين ليد زوجته في 1917 بدأت روسيا مفاوضات السلام مع ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى في عام 1956 انسحب آخر الجنود الفرنسيين والبريطانيين من مدينة بورسعيد المصرية بعد 45 يوما من انتهاء العضوان الثلاثي على مصر في 1978 نفذ المدرس في مدرسة شاخينسك المهنية في إقليم رستوف الروسي السفاح وأكل لحوم البشر أندري تشيكاتيلا جريمته الأولى وكانت طفلة في التاسعة استدرجها إلى شقته واغتصبها ثم قتلها بوحشية ليتبعها ب53 جريمة جنسية في مدن مختلفة من الاتحاد السبيتي في 1989 سقط الحكم الشيوعي في رومانيا وألقي القبض على الرئيس الروماني نيكولاي تشاوتيسكو وزوجته إثر محاولة الهروب خارج البلاد في عام 1991 قامت جماعات المعارضة المسلحة من قداب عسكري ضد رئيس جورجيا زفياد كاماسخورديا في 1993 صدر أول دستور غير عنصري في جنوب إفريقيا بعد عقود طويلة من التمييز العنصري من قبل الأقلية البضاء الحاكمة ضد المواطنين السود في 2009 أصدرت محكمة التحكيم في ستوكهولم قرارا بمراجعة اتفاقية شراء وبيع الغاز بين شركتين نفط هاز وغاز بروم لصالح أوكرانيا وأقرت السعر المخفض ورفضت معظم الغرمات الروسية في 2014 فاز الباج قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية التونسية كأول رئيس تونسي منتخب بطريقة مباشرة بعد الثورة التونسية خالفا للمنصب المرزوجي من موالدي هذا اليوم في عام 1744 دانيلو سوشكوفسكي عالم الأوبئة الأوكراني طبيب مؤسس لخدمة علم الأوبئة في عموم الأراضي الروسية مؤسس أول جمعية طبية علمية في أوكرانيا وفي عام 1942 ولد محمد سليم العوة مفكر إسلامي مصري وكاتب ومستشار قانوني شغل منصب الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يو اي تي في شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة